الحكومة تتهيأ لخوض مواجهة سياسية جديدة مع الانقلابيين فقد تلقف رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر المهمة الموكلة له من الرئيس هادي وانتقل على الفور إلى العاصمة السعودي الرياض لمباشرة مهمته على رأس لجنة حكومية رفعة تتمحور مهمة اللجنة الحكومية حول الرد على مقترحات المبعوث الأمم إلى اليمن مارتن غريفث وهو الرد الذي يبدو أنه لن يخرج عن الموقف الرسمي المعلن الذي يقضي بالتمسك بمرجعية الحل وبعدم تجزيئه وبضرورة انسحاب الميليشية من الحديدة وموانئها الثلاثة وبالتزامن مع وصول رئيس الوزراء أحمد عبد بن دغر إلى الرياض وصل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت إلى العاصمة السعودية وهناك التقاه وزير الخارجية خالد اليماني الذي أكد ضرورة انسحاب ميليشية الحوثي من الحديدة بشكل كامل وتجنيب المدينة آثر الحرب اليماني شدد أيضا على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق خروج الميليشية من الحديدة والصريف رأس عيسى لتحل محلها قوات تابعة لوزارة الداخلية مع إشراف ودعم فن من الأمم المتحدة فيما تشير المعلومات إلى أن المبادرة التي طرحها غريفث بشأن الحديدة على وجه الخصوص تقترح إشرافا أمميا على ميناء الحديدة وتوريد الأموال إلى البنك المركزي اليمني وانسحاب الميليشيات لكن دون توضيح لحدود هذا الانسحاب تواجد المسؤول البريطاني الرفيع في المنطقة يشير إلى رغبة بريطانيا في دفع الأطراف للتفاعل مع مقترحات المبعوث الأممي مارتن غريفث في ضوء مؤشرات عديدة على أن الحل المقترح ليس محرض الحكومة بشكل كامل كما هو أيضا محرف من جانب الميليشيا التي أعلن زعيمها بأن ميليشياته لم تعد تعول على جهود الأمم المتحدة واعتبر مراقبون أن إقدام ميليشيا الحوثي على اقتحام منزل رئيس الوزراء الكائن في حي بيت بوس بصنعاء ونهب محتوياته دليل على احتقان الميليشيا تجاه المهمة السياسية التي يطلع بها بندغرف الرياض وعلى يأسها من إمكانية حصولها على الحل الذي يضمن بقاءها في الحديدة وموانئها الثلاثة ما قد ينذر بفشل مهمة المبعوث الدولي ليس فقط في الحديدة بل وفي جمع الأطراف مجددا على طاولة مفاوضات بشأن الحل السياسي للحرب في البلاد